من أقسى أنواع العذاب أن تعيش صالحاً في وسط مجموعة من المفسدين وعلى فكرة هو شكل من أشكال الإبتلاء والعذاب وشكل من أشكال النعمة في نفس الوقت نعمة أن تبقى على طهرك وعفافك وعفتك والحق الذي تؤمن به ولو كنت في وسط الأغلبية الساحقة من المفسدين المبطلين نعمة أن لا يطمس على عينيك نعمة أن لا يطمس على القلب فيرى الباطل حقاً ويرى الحق باطل ويرى الليل نهاراً والنهار ليلاً نعمة نعمة من عندنا الله الذي يعطيك من عنده الله الذي يمن عليك بالثبات في أوقات الفتن حين تموج بك فيصبح الإنسان والمرء مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً من الذي يثبتك إلا الله من عنده نعمة من عندنا كذلك ننسي من شكر الشكر الذي لا ينحصر في كلمة ولكن يتحول إلى فعل وأنت تدافع عن الحق الذي أنزل وأنت تدافع وتحمي تلك المبادئ العظيمة والأحكام التي أنزلها في كتابه منهجاً لخلقه